التفكير الشيعي في الأغلب العام كان أيضاً منصرف إلى إقليم التسعة اللي هو الإقليم الشيعي كان مطروح بقوة في ذلك الحين باعتباره هو المشروع الأساسي اللي يعمل عليه التحالف الشيعي أو مو كله يعني جزء من عنده فلذلك حتى من كتبنا المواد اللي توزع السلطات الصلاحيات ما بين المركز والاتحاد أنا لاحظت مسألة لاحظت مقسميها إلى ثلاث أنماء صلاحيات حصرية للحكومة الاتحادية وصلاحيات مشتركة بين الإقليم وبين المركز وصلاحيات مفتوحة للإقليم فأني لفت نظري يعني ناقشتهم وكنتم يعني أنتم متبهين ترى هذا التوزيع ينطوي على فلسفة اللي هي تقوية الأقاليم وأضعاف الحكومة الاتحادية فإذا متوهمين تعيدوا النظر بها إذا ما متوهمين يعني هذا توجهكم وهذا توجه ليس صحيح لأن المركز من يضعف في دولة فدرالية معناها البلد سيتقسس قالوا نعم نريد مركز ضعيف منو قال لك؟ يعني قيادات بالتحالف الشيعي قالوا نعم نريد مركز وياك شخصين حتشو؟ بل وياك مباشرة قالوا لك القيادات الشيعية قالوا لك نريد إحنا مركز ضعيف بعضهم ما أقول كلهم كانوا يفكرون أن يكون الإقليم الشيعي قيادات مهمة حتشوية؟ أي مهمة نعم الخط الأول كانوا يريدون إقليم شيعي قوي مقابل إقليم كردستان القوي فتفكيرهم السياسي كان منصب بهذا الاتجاه